اشتركوا في القناة وهي بيع المنتجات الرقمية على منصة إي باي وتحديدا بيع تفعيلات البرامج وسوف أشارككم مجموعة من البرامج التي يمكن بيعها بطاعة الحال على إي باي وأهم المصادر التي يمكن الحصول من خلالها على هذه البرامج ولكنه طيل سوف أمر مباشرة تنسوا بالموضوع الكثير من الإخوة والأخوات كذلك الذين يريدون العمل في مجال بيع المنتجات الرقمية يعتقدون أن بيع تفعيل الويندوز أو ربما كذلك حزمة الأوفيس هي السبيل الأول والأخير للربح من بيع البرامج لكن الأمر ليس كذلك تماما وسوف أشارككم الكثير من البرامج التي ليست عليها منافسة كبيرة وفي المقابل يتم بيعها بشكل كبير وأبدأ بالنموذج الأول هنا إحدى البرامج التي يتم بيعها بشكل كبير وليس عليها منافسة كما سوف تشاهد معي هنا برنامج نيترو برو 13 وهو من البرامج المطلوبة بشكل كبير إذا لاحظنا هنا أن هذا الشخص الذي يبيع هنا البرنامج حصل على 9 مبيعات في آخر 24 ساعة هنا إذا قمنا بعملية حسابية 9 ضرب تقريبا 3 دولار مع بعض الإقطاعات ستجد هنا تقريبا 27 أو ربما 25 دولار ربح فقط في 24 ساعة إذا استمر في الحساب لمدة 15 يوم أو شهر على حسب المدة التي يشغل فيها طبعا هذا الشخص فبإمكاني أن يحقق أكثر من 400 دولار وإذا كان قد اشترى حساب إيبي مثلا بـ 100 دولار أو بـ 120 دولار فهو سيحقق ربح صافي 300 دولار في 15 يوم فقط من خلال برنامج واحد نعم هذا ليس خيال فهي حقيقة مؤكدة والناس الآن تعمل بشكل كبير المشكل هنا أن إيبي خصوصا إذا كنت تضع برامج معروفة كالأوفيس كبرامج الحماية كسبسكي وغيرها من البرامج فبسرعة يتم غلق الحساب الخاص بك لكن في المقابل إذا كنت تبيع برامج غير معروفة بشكل كبير وعليها طلب كما هو الحال بالنسبة لهذا البرنامج إذا قمنا بنسخ الاسم البرنامج بهذا الشكل ثم حاولنا البحث عنه في إيبي بالشكل التالي سوف تلاحظون هنا أن عدد البحث قليل وقليل جدا وأكثر من هذا أنه ستجد أن عدد قليل من أشخاص الذين يبيعون البرنامج واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة فقط خمس أشخاص هم من يقومون ببيع هذا البرنامج إذا الآن أعطيتك برنامج يمكنك أن تابعه بطبيعة الحال بدون منافسة كما لاحظت معي الآن عكس لما تريد بيع تفعيل خاص بالويندوز على سبيل المثال لما نقوم بالبحث هنا تجد أربعة ألاف وستمائة بحث فقط على مايكروسوفت طبعا ويندوز وهنا منافسة رهيبة أي نعم يمكنك إذا حصلت على ترتيب جيد أن تحصل على مبيعات ولكن الحساب الخاص بك على إيبي مهدد في أي وقت ويمكن أن يغلق في 24 ساعة في خمسة أيام في سبعة لأنك تستهدف برامج معروفة جدا وبالتالي هنا تجد أن النسبة المخاطرة على الحساب كبيرة وبالطبع الحال منعود إلى الحساب الخاص بالشخص الذي يبيع هذا البرنامج إذا قمنا بالدخول إلى الحساب الخاص ندخل إلى البرامج التي يقوم ببيعها بطبيعة الحال هنا سوف تجد أنه يضع برامج كالنيترو هنا كالسيسي كلينر كالعديد من البرامج المفافي ولا يغامر نهائيا بالحساب الخاص به وبالتالي فالحساب سوف يبقى لمدة طويلة جدا يمكنه أن يحصد على الباح رائعة من هذا الحساب دون أن يقع في مشاكل بطبيعة الحال إذا قمنا بالدخول إلى عدد الأشخاص الذين قاموا بشراء المنتج سوف تجد على أنه في هذا الشهر فقط حقق الكثير من المبيعات ففي خمس أيام فقط حقق مبلغ مهم جدا يعني أكثر هنا من ستون مبيعة بطبيعة الحال ستون مبيعة ضرب تقريبا اثنان دولار هنا مئة وعشرون دولار حققها من خمسة أيام فقط بطبيعة الحال مع اقتطاع البيبال وكذلك إي بي وستلاحظ أنه يعمل بالحساب منذ مدة ولم يتم غلقه بطبيعة الحال وهذا راجع كما قلت إلى أن صاحب الحساب يعتمد على سياسة بيع البرامج المطلوبة وفي نفس الوقت ليست عليها منافسة ولا تتر انتباه الإي بي بشكل كبير عكس من يغامر بالحساب الخاص بك ويضع التفعيلات الخاصة بالويندون فأكيد أنه سوف يتم غلق حسابك بسرعة هذا طبعا نموذج البرامج التي يمكنك بيعها على إي بي وهنا أعطيتك برنامج حصري يمكنك أن تضعه من الآن وتبدأ العمل ولكن للأمانة بالنسبة لأي شخص يبدأ لأول مرة بطبيعة الحال ويفتح حساب جديد فمن المفروض أن ينتظر حتى تمر مرحلة غلق الحساب والتأكل من الهوية كذلك وضع منتجات حقيقية في البداية لتكسب ثقة الإي بي ومن ثم تبدأ بوضع المنتجات الرقمية ويمكنك البيع بكل الرياح وهذه أكيد فرصة فقط لمن يريد جمع رأس مان من أجل استثماره في مجالات أخرى أو التجارة الإلكترونية المحلية أو مجالات كالفيرال وغيرها من المجالات ولا تعتقد أن يمكنك الحفاظ على الحساب لمدة طويلة جدا فهنا نتحدث عن شهر شهرين ثلاث أشهر على أبعاد تقدير بعدها يمكن أن يتم غلق الحساب الخاص بك إذا تم التبليغ عنك بطبيعة الحال خصوصا إذا لم تكن تجرب البرامج التي تقوم ببيعها فنقطة مهمة جدا هنا سوف تلاحظونها معي لما تقوم بالدخول إلى البرنامج الذي يبيع هذا الشخص فهو يبيع برامج مفاعلة ولا يقدم لك أي تفعيل وهو يقوم بكتابتها بطبيعة الحال في هذا المكان لكي لا تبلغ عنه الإيباي ولما تقوم بالنزل الإثفان دائما تجده أنه يكتب لك هنا لا يقدم لك أي تفعيل فقط تقوم بتحميل البرنامج من خلال الرابط الذي سوف يرسل لك فور شرائك بطبيعة الحال للخدمة وللحصول على برامج مفاعلة كالبرنامج الذي يبيع هذا الشخص فأشاركه معكم ثلاث مواقع بطبيعة الحال يمكن من خلالها الحصول على برامج مفاعلة وتحميلها بطبيعة الحال لأن أي شخص يشاري منك البرنامج ويجد أنه لا يعمل فبكل تأكيد سوف يرفع عليك دعوة في الإيباي وسوف توجهك مشاكل وبالتالي أي برنامج يريد العمل على يدخل إلى هذا الموقع وابحث عنه بطبيعة الحال سوف تجد هنا الكثير من البرنامج ومرفقة بالتفعيل بطبيعة الحال قم بتحميلها إلى الحسوب الخاص بك وتتبيتها ثم كذلك قم بفحصها بشكل جيد ببرامج الحماية لتأكد أنها خالية من الفيروسات ومن ثم يمكنك رفع على مواقع أخرى كميديا فاير وغيرها لكي تقدمها للشخص الذي سوف يشاريها منك على إيباي نفس الشيء بالنسبة للموقع الثاني وهو أيضا من المواقع المعروفة في هذا المجال ويمكنك من خلاله الحصول على الكثير من البرامج المفاعلة وأكد مرة أخرى أنها برامج مفاعلة لا تحمل أي رمز للتفعيل ويمكنك أيضا تحملها من خلال الموقع وبدأت الحال تتبيتي على الحسوب الخاص بك أولا لتجربها وتفعيلها إذا كان البرنامج مفاعل ويشغل بشكل جيد يمكنك أن تعرضه للبيع الشيء نفسه ينطبق على موقع آخر وهو من المواقع الرائعة التي تقدم لك الكثير من البرامج بشكل مستمر في مختلف المجالات ويمكنك الحصول عليها بطبيعة الحال بشكل مجاني من الموقع وكما أقول دائما تأكد أن البرنامج أو التفعيل يعمل بشكل جيد لكي لا تواجه أي مشاكل بطبيعة الحال لما تتأكد يمكنك أن تبدأ ببيعه على إي بي سواء كنت قد شريت حساب إي بي من شخص ما أو قمت بفتح حساب خاص بك فهذا طبعا يبقى لك الإختيار إذا نتمنى أن يكون الشرح والفكرة واضحة الآن فمسألة بيع المنتجات الرقمية والبرامج تحديدا فلا تقتصر فقط على حزمة الأوفيس أو تفعيلة الويندوز والبرامج المعروفة فبإمكانك العمل في صمت وبيع برامج غير معروفة وتحقيق أرباح محترمة دون أن تواجهك أي مشاكل في الحساب ويستمر معك لمدة طويلة طبعا طريقة وضع المنتجات على إي بي وعرضها للبيع فهناك الكثير من الشرحات الأهم اليوم أن تخرج بفكرة أنه هناك فرصة لبيع برامج من هذا النوع وبطبيعة الحال تحقق منها أرباح ويمكن أن تحصل عليها من هذه المواقع التي ذكرتها ستجد الروابط الخاصة بها أسفل الفيديو هذا إذن كل ما يخص حلقة اليوم أتمنى أن يكون الشرح واضح وتكون هذه المواقع مفيدة بالنسبة إليك وإن كان الأمر كذلك لا تبغى لها لي بالنقل نزيل لايك للفيديو إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنصدق على زر الشراك مع تفعيل زر على الجرس شكرا لك وإلى اللقاء